تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى المدبولي اطلاق التيار الكهربائي لبدء التشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT اكد رئيس الوزراء ان هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح حسيسي بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة لما تمثله من نقلة نوعية واضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وامن وتتواكب وعملية التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حاليا وخلال الجولة اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لأعمل تنفيذ المرحلة الثانية التي تمتد من بعد محطة الفنون والثقافة حتى المحطة المركزية تبادلية مع القطار السريع بطريخ السخنة بطول 18.5 كم تشمل 4 محطات